طيب اول بقى ما تفوق المرأة من البنج او تاخد جلسة الاشعاع وترجع منه انا برفع الكتفين بفوق اول تمرين يسموه رفع الكتفين كأني بقول للمريضة المسي ودنك بكتفك اهو ده التمرين الاولاني وما ارفع ارفع جامد وحس كده ان العضلات هنا بتشد ما هو العملية اللي معمولة عايزين نشد عليها شواني علشان ما حصلش فيه قصر لو قصرت هتلاقي ديها مش قادرة تتحرك لغار لا احنا بدرفع لفوق وبعدين وانا برفع احرك للخلف اعمل دوائر وممكن اعمل اتنين مع بعض ركز معايا الموضوع مش صعب والله كل اللي عنده مشكلة في كتفه ياريت يعملها حتى لو ما عندوش اورم في السادي يبقى اول تمرين اهو قلنا التنفس تاني تمرين ارفع وانزل وبعدين اعمل دوران سهلة ولا صعبة سهلة جدا طب اعمل التمرين كم مرة بعد الناس يقول لا احنا بنعملها من ثلاثة لخمس مرات في اليوم وكل تمرين عشر عدات طب من ثلاثة لخمسة يعني اما بعد الاكل ثلاث مرات او خمس مرات يبقى مع الصلاة يبقى كده سهلة جدا اما اجي ارفع دراعي للجنب دي بتبقى مشكلة ان بيحصل شدة على العملية اهو برفع وانزل سهلة ولا صعبة طبعا بتبقى صعبة في بدايتها ليه ان حمل الدراع كله طبعا احنا دارسين بقى طبعا الكلام ده اولادنا عارفينه ان طول زراع المقاومة ده هيبقى حمل يعني متخيلوش كده لو دراعي فاضي وعلى العضلة هنا لا يبقى ارفع وانتاني كوعي يبقى كده بقى الزراع المقاومة ده كلام اهو من سببه بقى ايه من قوانين الميكانيكا اهو وبعد شوية اروح وارفع ايدي اهو تسعين درجة سهلة ولا صعبة ده التمرين التالي التمرين الرابع بارفع بس للخلف اهو باجل وارا كاين باجل قدام وارجع الوارا حاول المس كتفي طيب التمرين الخامس بايدي دي حاول المس رجبتي وارجع الوارا وانا برجع الوارا في حدود الشد اللي موجودة على العملية طبعا مش عايز فتوانة يعني محدش يجي ايه العملية وفيها خياطة وفيها غرز وفيها كذا وحاول انا جيب جامد علشان ممكن تفك غرزة لا انا ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان حريص على نفسه بس لا تفريط ولا افراط يعني مش عايز واحد يزود في الراف او واحد تاني يقول لا الالم خليني ما حركش لا انا بحرك في حدود الالم المحتمل انه طول ما فيه شوية الالم وهنا من نعم ربنا انه ربنا جعل الالم علشان يحد من الحركة الزيادة انا ايه انا بعمل ايه انا عايز اعمل استطالة في الانسجة اللي تم خياطتها بعد استقصال السد او الانسجة اللي تم معالجتها بالاشعاع علشان ما تحصلش فيها قصر يحصل فيها ما يعرف كونتراكشر كونتراكشر يعني ايه النسيج اللي كان مطاطي بقى نسيج ليه فيه ما يقدرش يتفرد وده اللي بيعمل مشكلة كبيرة جدا طبعا اما اجي اعمل التمرين ده بعض الناس يقولوا احنا كنا بنعمل تمرين الصباح نعمل كده التمرين ده مهم جدا ليه بيقوى عضلات بنسميها يعني عفوا في اللفظ عضلات اللوح اللي في الخلف اهو ان انا بعمل كده وفي نفس الوقت بعمل استطالة لعضلات الصدر من الامام اللي حصل عليها المشكلة طبعا فيه تمرين بنسميه رأسة الفرخة تمرين رأسة الفرخة دي بعض الناس يقعدوا يتحكوا بس انا ما بشوف الدكتور العلاج الطبيعي لسه اللي متخرج كده للشباب بيعملوا في اسم الجراحة اقولوا انت ابني من الناس الممتزين ليه التمرين ده بيحرك الكتف وبيبقى فيه زي نقول يعني جزء من الترويح عن المريض ان الواحد بيتني كوعه ويقعد يعمل كده كأنه بيقى حركة الفرخة ويمشي او الجناحات التمرين ده بيخلي حاجة ممتزة جدا تحصل ان المفصل السليم بيساعد المفصل التعبان اللي حصل فيه الجراح فتلاقي الواحد عاملين التمرين ده ما ننساهوش ونفتكره زي ما قلنا لكم زمان تمرين البندل وتلميع الموبيلية وتسلق الحائط النهاردة فيه تمرين الفرخة ياريت نعمله ونستفيد منه طبعا بيجي فيه ممكن نعمل نفس التمرين ده بس وانا حطت ايدي وورا دماغي وهفتح واقف طبعا الاستاذ معتاز المخرج هيقول انت ببعض البدلة وما همناش المهم انتوا تتعلموا وتعملوا التمرين الصح يبقى تحط ايدك خلف دماغك وتبدأ تفتح على قد ما تقدر وتقف التمرين ده بالرغم النساه بس نتائجه كبيرة جدا ليه منعت التيبس في المفصل واسر عضلة السد ايضا بنقول فيه تمرين انا بدي تقولكو قبل كده لتيبس الكتف اللي هو تمرين تسلق الحائط يعني ايه احط اجلس بكرسي امام حيطة وارح اقعد اطلع بصوابع كده ها ها كمان كمان شوف الكتف بيحصل في ايه شوف العضلة بيجرالها ايه ها ها انا ايدي على الحيط وصلنا لغاية المستوى ده اوعد تحدف ايدك ونت نازل لا انزل برضو نفس اللي انت طلعته بالتدريج انزل بالتدريج انزل بالتدريج انزل بالتدريج بغاية المستوى اما تنزل هنا خد نفس ليه ان التمرين ده احيانا مع الرفع طبعا الدم وانتو بترفع كده بينزل من الدراع بتحس ان دراعك خدل او نمل ارجع تاني خد نفس وخد راحة بين التمرين والتاني انا بنقول التمرين بتعمل عشر عدات لكل تمرين من ثلاثة لخمس مرات في اليوم اما عملت تمرين التسلق الحائط ده مفيد لدرجة ان بيحددلي مقدار التحسن يعني انا وصلت النهاردة لغاية هنا بكرة زادت سنة بعد ان انا باخد خط واقدر اشوف المسافه اللي بتزيد وتحسني قد ايه بعض العلماء علماء العلاج الطبيعي يقولوا ايه مش عايزين تسلق الحائط من الامام بس انا عايز من الجنب يعني ايه انا قاعد كده والحطة جنبي هنا احط ايدي على الحطة ابدأ اه 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 ده بدأ الدراع يفتح 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 اه اه الله اكبر الدراع وصل لمستوى عالي خد بالك التمرينات دي بعد الجراحة مش بالسهولة اللي احنا بنقولها ولكن نتيجها كويسة اما نرفع لهذه الدرجة بنقول ممكن نعمل التمرين قدام مرايا ليه ان انا بيهمني وانا بعمل تمرينات الكتف احافظ على القوان بعض الاخوات بعد الجراحة تلاقيها ماشي كتف بقى اعلى من كتف وعملت راحة كده يا ستي امشي ما اتعدلي حركي افريدي خلي سدرك ما ما تعوديش عاملة كده عشان ما يحصلش فيه اه التيبس في هذا المافصل طب احنا فيه عندنا حاجة مهمة جدا انا عايز افتح السدر كده اخلي العضلات اه في حالة استطالة وامنع ان هي تبدأ تتقلص باجي عندي باب فتحة باب روحش بقى باب واسع او لا باب وافتحه واجي من المستوى اللي تحت كده احط ايدي على الحلق من اليمين والشمال واضغط بسدري القدام التمرين ده كويس ابدأ ارفع ايدي انا احط ايدي تحت كده بمستوى عظمة الفاخت بعد شوية اطلع مستوى كوعي وارجع تاني اهو شايف وانا بروح كده سدري بيفتح العضل بعدين اطلع الاعلى هو طبعا ما بابدأ من تحت التمرين اسهل وبابدأ اتدرج فيه برضو اعمل عشرة عدات في المستوى التحت اللي مستوى الفاخت عشرة عدات في مستوى الكوع عشرة عدات في مستوى الكتف ودي ممكن اجي بقى من فوق كده وادخل بسدري في طبعا فراغ الباب باب ببقى مفتوح وانا ماسك في الحلق ايمين وشمال طبعا مش باب واسع قوي ببقى احس بالاستطالة للعضلات بتاعت الصدر في هذا الوقت بنقول فيه تمرينات اسمها تمرينات تشبيك ازرعين خلف الظهر ده بنخليه اخر التمرين يعني احنا احنا بدأنا بالتنفس وبعدين بدأنا بالتحريك الخفيف ورفع الكتف وحملت التمرين ده دلوقتي نخش مقف التمرين الصعب ان اشبك ايدي خلف ظهري تحت تحت يعني ايه يعني على الفقرات القطنية كده اسفل الظهر وابدأ وانا مشبك اطلع بايدي الفوق التمرين ده مش سهل مش سهل حتى للي مش عامل عمليه بس ده بيعمل اقصى اقصى مرونه في عضلات الكتف اقصى مرونه في اتساع الصدر وابدأ ارفع ايدي الفوق واحدد وانا برفع كده بحس بعضمة اللوح ويا بتتحرك بحس بكتفي بحس بالشد اللي على العملية اللي هنا وبدأ التمرينات وبعدها باخد تمرين التنفس مع الراحة اشتركوا في القناة